اشتركوا في القناة مصاحفنا مطاهرة وبالمعنى مزينة بها الآيات بينة ونهتأها بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام نمضي وإياكم في برنامج آيات بينات آيات بينات برنامج نصلط الضوء في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك على آية بينة من كتاب الله عز وجل ننهل من معينها ونتعلم من أحكامها كي تكون قاعدة أخلاقية في سلوكنا مع الناس ومع من حولنا اليوم نصلط الضوء على قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هو الرزاق ما من أحد يرزقك إلا الله عز وجل الله عز وجل يرزق العباد كلهم في مشارق الأرض ومغاربها مؤمنهم وكافرهم الله عز وجل لذلك إذا سألت الرزق فاسأله من لدن خالق السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء أيها الإخوة الكرام قضية الرزق تشغله البال الأب يعني ما عنده هم إلا إيش هم الرزق الشهرين اللي مروا علينا يعني أكبر قلق كان هو الرزق المحلات تسكرت الأسواق تسكرت الإنسان لا تقلق الله عز وجل تتسكر من هون بتفتح من هون لأنه الله عز وجل هو الرزاق ولكن المهم أن تفكر أنت أن تأكل الرزق الحلال فتش عن الرزق الحلال إبراهيم بن الأدهم رؤية في فلسطين وهو من أهل العراق ما الذي أتى بك إلى ها هنا يا أبا إسحاق قال أفتش عن درهم حلال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل عمل في التجارة وعمل في رعاية الغنم من أجل أن يأتي بالدرهم الحلال والمال ليس هو وسيلة للتفاضل بين الناس إذا شفت إنسان أخين واحد ثري والإنسان عادي مو معنات أنه الله رضيانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في المسجد وأتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه رآه متكئا وقد أثر الحصير في جنبه قال يا رسول الله يعني كسر وقيصر يتنعمون بالحرير وأنت محمد رسول الله يعني يؤثر الحصير في جنبك قال له مالي وللدنيا دنيا إلى زوال إلى فناء يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة المشكلة مو بالدنيا المشكلة بالآخرة يا فاخرة الآخرة والآخرة خير وأبقى أيها الإخوة الأكارم لا يفكر الإنسان إذا كان المال موجود عنده فلان أنه الله رضيانا عليه الله عز وجل قد يكون جعل المال استدراج للناس الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قد يكون الإنسان العاصي استدرجه الله عز وجل بالمال لذلك المال فتنه كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغناء الاستغناء أي الغنى بالمال إنما هو فتن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الله عز وجل يبتلي الغني بغناه ليرى إنفاقه للفقير ويبتلي الفقير بفقره ليرى صبره على لأواء الدنيا أيها الإخوة الكرام الله عز وجل أعطانا كل شيء المال ما هو فقط الرزق لا هناك رزق العقل رزق الصحة رزق الزوجة الصالحة رزق الولد البار رزق عندك ولد بار؟ روح في ناس عندهم مال الدنيا ولكن أولادهم عقق ما يسمعون كلام أباء ولا أمهاتهم ينهرونهم في إنسان عنده مال الدنيا ولكن ليس في بعافي أنت الله معاه فيك سلي الذين يذهبون كل يومين أو ثلاث من أجل أن يغسلوا الكلة أنت الله معاه فيك أنت معك مال كبير مال وفير جاء رجل إلى إبراهيم بن الأدهم وقال له يشكل فاقة فأراد أن يعلمه درس عملي قال له أنت بتشوفها بعينك التي تبصر بها تعطينا عينتينك أو يحال بينك أو بين النظر وتأخذ عشرة آلاف درهم قال له لا طب قدمينك قال له قال يا هذا أنت تملك مالا كثيرا ولكن يجب أن تشكر نعم الله عز وجل عليه يلي قاعد ببيته مسكر باب بيته عنده أولاده جالسين حول منه هذا ملك ولكنه لا يدري من أمسى منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها أيها الإخوة الكرام القناعة رزق القناعة القناعة رزق أن تقتنع بما آتاك الله عز وجل والقناعة مو بس للفقير لك الغني بده قناعة لأنه الغني كمان يقول هل من مزيد الإنسان بالدنيا بده ينظر إلى من هو دونه ولا يعلي رأبته لفو للرأب بعدين بتلتوي فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه شوف الناس الفقراء روح زور إنسان جالس في بيته بيته ستين متر عنده ثلاث أولاد أو أربع أولاد ما عندهم غرفة خصوصية لكن أنت عايش ملك الإنسان يرزق القناعة القناعة النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا يطغيني كثرة المال يعني عبارة عن سعادة للإنسان وليست السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد بني آدم لو أوتي وادياني من مال لتمنى الثالث لو إجاد ثالث عنده ميت مليون بيقول لك بدي مليار وجاء مليار بدي مليارين ولا يملؤ جوف ابن آدم إلا التراب المهم القناعة أيها الإخوة الكرام نحن في رمضان عندك هل الإنسان الصايم يشتهي 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 يأكل لقيمات وبعدين يترك كل شيء هكذا الحياة الدنيا الإنسان المهم يعني بيت يؤويه زوجة تكفيه طعام يعني يتقوى به على طاعة الله وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للناس فيه إنسان ذهب إلى القبر ونزل معه ماله لا لذلك الله عز وجل هو الرزاق نسأل الله عز وجل أنه يرزقنا إننا لكم مو المال بس يرزقنا الإنسان اللي ما تزوج أقول للزوجة الصالحة يرزقنا العافية سألوا الله العافية هو رزق الإنسان اللي عاقل يفهم يدير الأمور بعقل حكيم هذا هو رزق من الله عز وجل محبة الناس إلك رزق أيها الإخوة الكرام صلتنا الضوء اليوم على آية بينة من كتاب الله عز وجل وهي قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المدين الرزق مو بس هو كما قلت لكم المال الأرزاق كثيرة نعم الإله على العباد كثيرة وأتمهن نجابة الأولاد إذا عندك أولاد صالحين هدول بسو مال قارون بأكمله أيضا أيها الإخوة الكرام كثرة الرزق لا تدل على محبة الله عز وجل الله عز وجل يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون المال أيام يكون إنما هو استدراج وابتلاء من الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الرزق يبارك فيه أيها الإخوة الكرام عندما يكون حلالا صرفا كانت المرأة قبل أن يخرج زوجها من الدار تمسكه وتقول له بالله عليك لا تدخل علينا حراما نريد رزقا حلالا اللهم ارزقنا رزقا حلالا يكفينا ولا يطغينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأه وننهيه بحمد الله وقبل العين يقرأه فؤاد جل من سوا مصاحفنا مطهرة وبالمعنى مزينة بها الآيات بينة ونهدأها بحمد الله اشتركوا في القناة